ايها الحلال العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمرك سمعت عن دولة اسمها دولة سا سا دي بالعامية كده يعني سوفا دولة سا الحقيقة بقى اوفر قوي دولة سا هي دولة عبدالفتاح السيسي دولة بتتفخر بشيء غير موجود بالفعل بس عايزة تقنعك ان الشيء ده موجود وكل شيء تمام تحت شعار تحية مصر ثلاث مرات ستصبح مصر سا تصبح مصر خد عندك خبر اهو عشان تعرف انك في دولة سا مسؤول مصر ستصبح خمس اكبر دولة عالميا من حيث الساعة التغزينية سا تصبح مصر ستصبح طب هو فين الادوية الاول واللقاحات وانت اصلا بتعتمد على غيرك زي ما الخبر ده اللي كان في مارس عشرين وعشرين بيكلم على كورونا يهدد بنقص او بازمة نقص الادوية في مصر اربعين في المية من خمات تصنيع الدواء تعتمد على السوق الصينية سا لكن دول كمان عايزين يحاولوا يفهموك ان مصر ستصبح سلة غزاء العالم تخيل الخبر ده في خمستاشر يونيو ادي في فيتوهو مستثمره المليون ونصف الدان مصر ستصبح سلة غزاء العالم خلال خمس سنوات لسه ما عداش منهم حاجة سلة غزاء ايه والشعب حالته فقر ادي خبر ارشيفي كان بيتكلم عن معدل الفقر في مصر يرتفع الى 32% من عدل السكان لكن هو بيقنعك انها هتبقى سلة غزاء مفاجآت كورونا بتقول الجهاز المركزي الاحصاء 73% من المصريين انخفضت دخولهم ومش بس كده و50% منهم استلف اهو مفاجآت كورونا 73% انخفضت دخولهم و50% منهم استلف ده التعبئة والاحصاء 55% من المصريين يعملونها ساعات وايام اقل بسبب كورونا لكن ساء كمان عايزين في دولة ساء يقنعوك ويعرفوك ان مصر هتصبح الدولة الوحيدة اللي بتعمل نمو ايجابي ده في 11 يوليو يونيو اهو معيد مصر ساء تصبح الدولة الوحيدة التي تحقق نموا ايجابيا بالمنطقة وعايزيني فاهمه حضرتك ان حالة الاقتصاد زي الفل وان مصر هي الوجهة الوحيدة او الاولى للاستثمار ده الكلام في زيوم سبعا بارح المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مصر الوجهة الاولى او الوجهة الاولى لمشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر بالمنطقة ورغم ان الواقع الحقيقة ملوش علاقة بسادي خالص تتخيل معايا وتعاني شوف في مارس 2020 فارس بتتوقع تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الى 4.5 مليار دولار فاكرين لما واجع دماغكم عبدالفتاح السيسي وقال لكم ان مصر بتستيقظ وان احنا بي ناجني صنوار فاكر انت المنشتات دي السيسي الان مصر تستيقظ وبعدين ربنا خلق بلدنا عشان مصر تستيقظ مصر تستيقظ مصر تستيقظ مجرد بس ما قال تستيقظ مصر صحيحة لا استيقظت ولا عملت اي حاجة والحالة في النازل والحالة في الواقع لكن اللي احنا نجحين فيه انها تصدر لك الكد وتخلي الدكتاتور انسان لا وكمان مش بس كده ده تعمله كتاب للانجازات ادي صورة رحلة الانجاز كتاب بيوسق انجازات عبده بتاع ساه اهو رحلة الانجاز في يونيو عشرين عشرين انجازات الدولة المصرية بعد سبع سنوات من صورة الايه تلاتين يونيو انجازات اهيه بالصور شحيح الهكاية شكلها بلدي لكن ساه بس الحقيقة بقى ادي مصر لا استيقظت ولا صحيت في ظل حكم عبد الفتاح السيسي للأسف الواقع بيقول ان مصر ساه او اصبحت سجن كبير شوف الخبر ده قرار وزاري بانشاء السجن مركزي في اكتوبر ما شاء الله بيبشروك بحاجة يعني جمدة جدا الخلاصة احنا دايما يتهمون بالكد وان احنا اعداء للوطن وان اللي بيخلفهم مش وطني وهم كل يوم بيبيعوا الوهم للشعب كل يوم بينفقوا في دولة ساة هتتقدم هتبقى زي الفل واحنا والله 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 نفسنا مصر تتقدم وتبقى زي الفل بس الدول يا حضرات مش بتتقدم بالامنيات الطيبة ولا بالوهم ولا بالنصب الدول بتتقدم بالإدارة العادلة بالاهتمام بالإنسان قبل الاهتمام بإنسانية السيد الرئيس اللي الشعب عمره ما شاف منه إنسانية ولا شاف منه عدل الشعب ما شافش منه إلا السرقة وده اللي قاله الشاعر أحمد مطر ترك اللص لنا ملحوظة فوق الحصير جاء فيها لعن الله الأمير لم يدع شيئا لنا لنسرقه إلا الشخير ترجمة نانسي قنقر